أحبط الجيش والجزائري محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود من المغرب خلال الفترة الممتدة من الرابع والعشرين إلى التلاتين ماي الجاري بيان عن وزارة الدفاع الجزائرية أوضح أن مفارز مشتركة للجيش الجزائري بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية أحبطت محاولات إدخال أربع قنطير و 67 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب فيما تم ضبط أكثر من 181 وحدة من الأقراص المهلوسة